بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم بنتكلم النهاردة عن مرض من أخطر الأمراض اللي بتصيب القمح وهو مرض التفحم السائب فيه تلات أمراض للتفحم بيصيبوا القمح المتواجد فيهم في مصر وكسرة هو التفحم السائب فيه التفحم السائب وفيه التفحم المغطى وفيه التفحم اللوائي ولكن اللي بيصيبوا اللي عملينها مشاجلة هو التفحم السائب العدوى بتجي منين؟ العدوى الأساس بتاعها هو أن حضرتك بتزرع تقاوي مأخوزة من حقول مصابة في السنة السابقة يعني السنة اللي فاتت كان عندك أرض الأرض ده هي تظهر فيها تفحم سائب التفحم السائب ده هو الفطر بيبقى موجود في منطقة الجنين بتاعة الحباية لما بتزرعه بيتم منه شغال معاك خالص لحد ما تيجي عند مرحلة ترضى السنابل وتلاقي السنبولة كده قبل بيظهر قبل السنابل العادية بيومين أو ثلاثة تبص تلاقي ظهر كيس كده بسيط خلص مغطي السنبولة بتاعتك ده بيكون التفحم السائب مجرد الكيس ده ما بيتفجر بتبص تلاقي طلع منه الفحم الأسود اللي انت بتشوفه ده عبارة عن الفطر بتاع التفحم السائب المختصين بيقولوا ان احنا ما ينفعش ان احنا نجمع السنابل دي فيه اكياس زي ما هم بيقولوا في ناس بتقولك اجمع في اكياس وفي ناس التانية تقولك ما تجمعك في اكياس ليه لان اي تدخل لازالة السنابل المصابة بالتفحم يدويا تمام ده لو فيه واحدة فيهم الغشاء اللي ده او الفليم اللي عليها البسيط ده او الكيس بالمعنى البلدي خالص كده اللي هو مغطي السنبولة المصابة بالتفحم الكيس ده اتفجر وطلع التفحم اللي فيه ده بيقولك واحد جرام اصابة بيعطي اتنين واحد جرام من الفحم ده من الفطر المتفحم ده واللي في الفحم ده واحد جرام بيدي اتنين مليون جرسوم التفحم تخيل اه الواضع بيبقى شكله ايه فعشان كده اه من مبدأ السلامة كده عشان ما تشغلش نفسك بالقصة ده هي تمام اه وتتعب نفسك لابد التقاوي بتاعتك تاخدها من مصدر سليم لابد التقاوي بتاعتك تاخدها من مصدر سليم خالي من التفحم كده وبس لا ده انت المفروض كمان اه حتى لو انت واخدها من مصدر سليم المفروض بتعامل البزور بتاعتك بمادة السمئيت بمادة السمئيت او مادة بسموها البريموس 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 ده مشهور جدا وسمئيت مشهور جدا. كل طن التقاوي بتحط عليه اتنين كيلو جرام سمئيت بتحط عليه اتنين كيلو جرام سمئيت اللي هو التركيز بتاعه بيبقى اا اتنين في المية. طيب في سمئيت تاني بيبقى التركيز بتاعه خمسة في المية بتحط واحد كيلو جرام على كل طن تقاوي انت بتستخدمها بتحطه في كمية مية وبتبدأ تقلب التقاوي بتاعتك تمام وفيه طريقة تانية ولكن الطريقة الديت افضل فيه طريقة تانية ان هم بسخنوا المية عند درجة 50 درجة مئوي وبيبدأوا ينقعوا فيها البزور الامح المدة 10 دقايق عشان تموت الفطريات اللي هي مهما خزنت التقاوي بمر عليها سنة وهي بتبقى في منطقة الجنين حية ترزق ما عندهاش اي مشكلة خالص بتزرع الحباية المصابة بتنبت معك ما فيش اي مشكلة خالص او ما للمشكلة بتظهر فين المشكلة بتظهر عندك لما تبدأ في مرحلة طرد السنابل بتلاقي السمبولة زي مواصفتها لحضرتك كده السمبولة بتلاقيها ابتدت السمبولة المصابة بتعمل عملية طرد السنابل قبل السليمة بيومين ثلاثة بتبصت لقيها محاطة بفليم او بكيس كده الكيس ده هوت مجرد كميوم كده وبتبصت لقيه ابتدى يتفجر وبيطلع منه ملايين من الجرسيم بتاعة الفطر ده هوت واللي هو بينتقل عن طريق الرياح وبيهدد الزراعات وطبعا المشكلة انه هو حتى كيميائيا ما تعرفش تكافح الفطر ده هوت إلا قبل الزراعة انك انت بتعامل البزور بتاعتك معاملة جيدة أنا لو مكانك بمعنى صح يعني مش هخسر حاجة وعامل البزور بتاعدي بمبيد البريموس او بمبيد السمئة اليابانية دهوت مهما كان غالي ولكن يعني الوقاية خير من العلاج لان المرض ده يا جماعة زي ما انتوا عارفين مدمر ان كان في الامحة او حتى في الدورة لما بييجي في الدورة الشامية المرض ده يعني مدمر جدا لان المسحوق الاسود اللي انت بتشوفه ده قادر على تدمير مساحات كبيرة من الاراضي واللي بيكون مهيئة جدا في مرحلة ارتضل السنابل واخطر ما في المرض ده ان هو حتى يعني مش بيصيب مثلا السقان او بيصيب الاوراق بحيث ان يحصل ضعف في المحصول لا ده المشكلة ان هو بيصيب المحصول نفسه بيصيب السنبولة نفسها اللي هي بتعتبر الجزء الاقتصادي في القمح لانه كل محصول ليه جزء اقتصادي لو رحنا مساء على القمح الجزء الاقتصادي منه ايه اللي هو السنابل لو رحنا على الدورة الكزان هي الجزء الاقتصادي لو رحنا على الطماطم سمرة الطماطم هي الجزء الاقتصادي وانا هاكل ورق الطماطم ولا الساق فالمشكلة ان المحاصيل اللي هي بتتصاب فيه النمو الخضر ولا حاجة بقاش فيها مشكلة المشكلة فين فيه إصابتها فيه الجزء الاقتصادي واللي هو بالنسبة للقمح يتمثل فيه السنبولة هي دي المشكلة خالص حافظ على نفسك هات التأوي بتاعتك من مصدر سليم عامل التأوي بتاعتك كويس مش هتغرم حاجة يعني الوقاية خاره من العلاج عاملها بالسمو ايد او بالبريموس علشان تضمن ان والضمن ربنا طبعا ان الارض بتاعتك تكون سليمة وزي ما بتشوف الصور معروضة قدامك هي طبعا بتدمر المحصول تدمير كامل بنتمنى موسم كويس في الامح للجميع وربنا يكرمكم جميعا يا رب ويكون موسم خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته